برضو على التدريبات بقول لكم بعد اخبار المنتخب كلام كتير عن ايمن اشرف وليه الكابتر حسام البدري ضمه مع علمه ان هو مصاب بخشونة بسيطة في الرجبة وان تقارير صحفية زعمت ان الاهل غاضب من امكانية مشاركة اشرف وطبعا الاهل محتاجه جدا في مباراة العودة امام المريخ السوداني يوم 3 ابريل القادم ان شاء الله واللي زود الموضوع ده وفقا للي مكتوب في المواقع ان احد مزيعي قناة النادي الاهلي قال انه ما معناه ان الكابتن حسام البدري تعمد ان هو ياخد ايمن اشرف لتعطيل مسيرة النادي الاهلي في افريقيا اذا صح هذا التصريح فهو تصريح الحقيقة اه يعني ده كلام بيقوله ان اتقال في قناة الاهلي اذا صح انه تقال فانا اشوف ان هو لا يصح ان هو يتقال يعني ما ينفعش اطلاقا يا جماعة اولا خلي بالك كابتن حسام البدري اذا كنت انت متفق معاه او مختلف معاه كقناية في النادي الاهلي او غير النادي الاهلي هذا امر ولكن كون ان انت متشوفش ان ده مدير فني منتخب مصر هذا امر اخر كون ان انت توصم المدير الفني للمنتخب الوطني انه يتعمد تعطيل مسيرة نادي هذا لا يصح على الاطلاق على الاطلاق خاصة انه من مصلحة المنتخب الوطني في مسيرته القادمة ان كل اللاعبين يكونوا في حالة بدنية جيدة ادي واحد اتنين من يقول ان المدير الفني من مصلحته انه يشرك لاعب مصاب طب ما هو بعد ممكن دقيقة او خمس دقائق او اي سبرينت او اي فنت او اي دوران او اي تاكلنج او اي حاجة ممكن اوي يطلع طب انت خسرت تغيير وخسرت مركز يعني حتى الكلام لما يتقال لازم يتقال بعلم ويتقال بادراك من اللي هو بيقول انا ما عرفش طبعا مين اللي قاله ولا همين انه نعرف اذا مجرد قريت في المواقع انه احد المزعين في قناة الاهلي قال ان الكابتو حسام البدري بيتعمد تعطيل مسيرة النادي الاهلي وهذا يعني اذا بقول لا يصح ولا يرضى عنه مسئول النادي الاهلي ان يصدر هذا التصريح من داخل قناة النادي الاهلي ده فيما يتعلق بحكاية اشرف لكن المصدر بتاع المنتخب قال انه اشرف ايمن اشرف بيخضع لبرنامج تأهيلي من اجل علاج اصابته البسيطة بخشونة في الرجبة على امل تجهيزه لمباراة ربما جزر القوم ربما كينيا اذا كان في الصورة وتمام تمام تمام وانه جهاز المنتخب بيتابع حالة اللعب بكل رعاية واهتمام ده وضع طبيعي جدا ولا يوجد اي استعجال في الدفع به في التدريبات الا بعد التأكد من سلامته تماما واضف المصدر انه اشرف هيستمر في المعسكر حتى نهايته بشكل طبيعي اشتركوا في القناة